معنا من قطاع غزة السيد موفق حميد المتخصص في شؤون الأسرى السيد موفق أهلا بك الأسير هو ذات الأسير في أي مكان في العالم وفلسطين تحديدا والاحتلال هو واحد في كل فلسطين لماذا التفريق بين الأسير في غزة والأسير في محافظات الشمال هذا السؤال يتم توجيهه للسلطة الوطنية الفلسطينية لماذا التفرقة نحن نشعر هنا في غزة أنه يوجد تفرقة بيننا وبين الضفة الغربية في الرواتب كاملة وبالذات هنا نخص في موضوع قضية الأسرى لا يجوز الأسرى هم من يعانون نفس المعاناة سواء أسرى الضفة الغربية أو أسرى قطاع غزة هم من يعانون نفس المعاناة يوجد 7500 أسير فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة يتقادوا الرواتب منهم 1200 أسير فلسطيني من غزة يتقادوا نصف الراتب لماذا 1200 أسير فلسطيني من غزة يتقادوا نصف الراتب وجرى على هذا النصف خصومات 30% في السابق نحن كذلك من ضمن غزة يوجد في أسرى 450 أسير فلسطيني موظفين على بند السلطة الوطنية سواء كأجهزة أمنية أو وظائف مدنية أسرى قطاع غزة يتقادوا الرواتب 75% ويتقادوا من 75% 50% اليوم نزلت المستحقات المالية للأسرى المحررين الذين يتقادون 50% هم تقادوا نصف الخمسين في المية نصف الخمسين في المية يعني 25% والآن نزلت لهم على الراتب المستحقات 25% التي تم خصمها واليوم نزلت 25% أخرى لماذا هذا الإجحاف بحق الأسرى؟ الأسرى في حركة فتح في سجن نفحة توجهوا برسالة عتب إلى السيد الرئيس محمود عباس أبو مازل وإلى الأخ اللواء قدر أبو بكر ورئيس الوزراء يعاتبونهم أننا تواصلنا معكم وطالبنا بمستحقات الأسرى بأن يتم مساواة أسرى الضف الغربي وقطاع غزة وتم وعدنها بعدة وعدات ولم تنفذ هذه الوعدات رسالة الأسرى صدرت أول أمس في 19 من هذا الشهر رسالة عتب إلى السيد الرئيس وإلى رئيس الوزراء وإلى اللواء قدر أبو بكر نحن ضد التفرقة في الرواتب لأننا كل أيتنا في الأسرى في الضف الغربي أو قطاع غزة في سجن واحد وفي غرفة واحدة فلماذا التمييز؟ نحن كلنا وطن واحد كما تفضلتم ونعاني من احتلال واحد ونعاني من سجن واحد فنطالب ما هي التفسيرات التي تقدمها الحكومة السلطة في تحديد أن هذا الأسير له راتب كامل وهذا الأسير الغزاوي له نصف راتب ما التفسير المطروح؟ هي القضية يعني تتحجج بأمور مالية السلطة اللطنية أنها لا يوجد لديها أعباء مالية نحن نقول أنها يعني كما وعد رئيس الوزراء محمد اشتايا الكل يعاني نفس المعناة الكل يشعر في غزة بأننا يعني وطن تاني أو يعني يوجد فيه هناك من باب من أبواب العنصرية والتفرقة نحن كليتنا كافحنا من أجل فلسطين ونضلنا من أجل فلسطين والأسرة هم في الخندق الأمامي الذي يدافع عن السلطة الفلسطينية وعن الشرعية الفلسطينية وكل من يجلس على الكراسي يجلس بنظلات هؤلاء الأسرة داخل السجن الإسرائيلية فليجوز التمييز بين من يعاني السجن والسلجان هذا يأخذ راتب هذا مصف راتب لماذا هذا التمييز؟ سيد موفق هنا كيف يؤثر هذا الأمر على هؤلاء الأسرة على عوائلهم ونحن نعرف أن هناك أزمة كورونا وكذلك هناك تردي اقتصادي كبير يؤثر من ناحية مالية كبيرة جدا على إعالة أسرهم الآن كل أسرة لا تستطيع أن تقوم بتعليم أبنائها في الجامعات لا تستطيع على المصروف اليومي لمرض الكورونا واحتياجات مرض الكورونا والعلاجات التي يتعرض إلى قطاع غزة يوجد آلاف الآن من البيوت محجورة حجرا صحيا ومن هؤلاء يوجد المئات من الأسرة ممن يتقاضون ربع راتب ومن يتقاضون نصف راتب فلماذا ذلك؟ هل هو عقاب لغزة التي تناضل؟ نحن نريد أن نكون في وطن واحد ويجب أن لا نشعر أننا غرباء في وطننا ولا يكون هناك عنصرية هذا ما نطلبه من الرئيس ونطلبه من رئيس الوزراء أن نكون متساويين في الحقوق والواجبات شكرا جزيلا لك من غزة سيد موفق حميد المتخصص في شؤون الأسرة شكرا جزيلا لك